اجتماع لقادة حلف الشمال الأطلسي في العاصمة الأمريكية اليوم ولليوم الثاني على التوالي وخلال هذا الاجتماع أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن على ضرورة تعزيز قدرات الحلف والإنتاج العسكري على أراضيه لمواكبة دول وصفها بالمعادية التي تعزز هذا الإنتاج في مقادمتها روسيا كما لفت بايدن إلى الاستثمارات الهائلة التي قامت بها إدارة في مجال تعزيز الصناعة العسكرية في الولايات المتحدة والتي تخطت مبلغ 30 مليار دولار مسألة الانفاق الدفاعي للدول الأعضاء في حلف الناتو تحتل مساحة كبيرة من اجتماعات القمة في واشنطن الانفاق الدفاعي الذي يصل إلى 3.470.000.000 دولار في عام 2024 2% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة للوصول إلى انفاق دفاعي نسبة أشعلت الخلافات في أروقة الحلف بين الدول الأعضاء مسألة الانفاق الدفاعي تعود إلى الواجهة في الحلف الذي يمتلك موازنة تشغيلية مستقلة الموازنة التي بلغت في العام الحالي نحو 3.5 مليار يورو تتحمل الولايات المتحدة منها نحو 16% وهو ما يوازي حوالي 0.3% من الانفاق الدفاعي لدول الحلف والبالغ حوالي 1.47 تريليون دولار جرى تخصيص 438.1 مليون يورو للموازنة المدنية للحلف والتي تغطي تمويل المقر الرئيسي للناتو والرواتب والعمليات التشغيلية ونفقات برامج مقر الناتو في بروكسل والموظفين الدوليين 2.3 مليار يورو للموازنة العسكرية التي تغطي نفقات مقر هيئة قيادة الناتو والعمليات والمهام حول العالم و1.3 مليار يورو لبرنامج الناتو للاستثمار الأمني وتذهب لتمويل البنية التحتية العسكرية والقدرات وهي برامج ومبادرات يمكن تمويلها بشكل مشترك فيما يمكن للناتو أن يوفر الإشراف السياسي ووفقا للبيانات التي نشرها الحلف بشأن النفقات العسكرية فأن 23 دولة ستصل أو تتجاوز هدف انفاق 2% من ناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي مقارنة ب7 دول فقط في عام 2022 و3 دول فقط في العام 2014 ورحب بضيوفنا في هذا الملف من مدريد الأستاذ خسي الفاردياز الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية ومن النصر الدكتور محمد ياسبك الأكاذيمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية أهلا بكما أستاذ خسي معك أبدأ النقاش دول حلف الناتو كما تبعنا في هذه القمة قمة الناتو المجتمعون حاليا في العاصمة الأمريكية واشنطن أعلنوا خلالها مدى كييف بمقاتلات F-16 بأنظمة دفاع جوي يعني كما تبعنا الحرب في أوكرانيا تسيطر على حديث القادة في حلف شمال الأطلسي ولكن رغم كل ذلك رغم كل الخطوات التي تخذت في هذا السياق إلا أن الحرب في أوكرانيا لا تزال مستمرة حتى أنها تتجه إلى التصعيد رغم كل تسليح كل ما يتم تقديمه لماذا يعني ذلك أين يقع الخلل بالتحديد ولماذا كل هذا الاهتمام من دول حلف شمال الأطلسي في هذه القمة بحرب أوكرانيا مع كل ما يجري على الأرض شكرا على الاستضافة أولا أن الدفاعات الجوية أمر بالغ الأهمية مع هذه الطائرات والتكنولوجيا التي ستعطى لأوكرانيا من ناحية التكنولوجيا والتقنية المتقدمة جدا وكل هذا الدعم المقدم لأوكرانيا في هذه الحرب ولكن هذا الدعم ليس بالجديد وهو كان مستمرا لفترة منذ بداية الحرب حتى منذ 2022 وآن ذاك بدأ هذا الدعم ولكن اليوم نحن في هذه الحالة التي فيها نرى هذه الهجمات مع التقدم الجديد في الأنظمة السلحية المعطات لأوكرانيا من ناحية المعدات وأيضا الذخائر إن أوكرانيا اليوم لا تزال تطالب الحصول على هذه الأنظمة لأدفاعات الجوية من أجل أن تستخدمها في هجماتها المستقبلية لصد الهجمات الروسية أو حتى لتوجيه هذه الدربات ولكن اليوم هذا الطلب يأتي متأخرا جدا لأن أوكرانيا تطالب بأيضا هذه المساعدة الإضافية من ناحية الذخائر وحتى أن أنظمة الإضافية ربما المضادة للصواريخ وغيرها بطاريات باتريوت والمعدات المماثلة من الولايات المتحدة الأمريكية ولكن بالتالي أنا لا أعرف إذا ما كنا نتج نحو المزيد من التصعيد أكثر مما رأينا حتى الآن ولكن أظن أن هذه المعدات من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الدول الأخرى تعتبرها روسيا على أنها تهديد بالنسبة لها واليوم هناك ربما هذه الحقبة الجديدة التي تفتح في صفحة المساعدة ولكن في هذه اللحظة هناك هذه المواقف المعتمدة والتي بموجبها أعطاء أوكرانيا ما يتوجب من الأسلحة ولكن من دون التوصل إلى التصعيد الإضافي مع روسيا نعم لكن معك هنا أدلو سيد خصي لماذا غابت حرب غزة عن قمة قادة حلف شمال الأطلسي أولا أن الناتو تحالف دفاعي بامتياز وهذا التحالف يهتم بكل ما يمط بصراع إلى الدفاع في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ولكن في المقابل أن غزة تشهد على هذا النزاع أو هذا الصراع الذي يجري على بعض من هاتين المنطقتين المذكورتين واليوم الأولويات وحتى الشؤون التي تشكل الاهتمام الأول بالنسبة لأن تتخرج عن الشرق الأوسط وما يجري هناك الآن هناك تركيز على روسيا على أوكرانيا وحتى التوصل إلى طرق جديدة من أجل تدعيم الإمكانات الخاصة بالتحالف إذن اليوم هناك أيضا هذه المحاور الحاضرة ولكن هناك أيضا المسألة لتمثيل الدول العربية في هذه الاجتماع من هذا القبيل بعد التعاون لسنوات طويلة إذن نعم هناك تعاون مع دول الناتو والدول الحليفة ربما مع الإمارات مع المملكة العربية السعودية مع قطر وغيرها ولكن في هذا الصياق توضع المحاور التي نتحدث عنها اليوم ولا سيما مع الحلفاء للولايات المتحدة الأمريكية من الناحية الأمنية وهذه هي البلدان الحاضرة ربما في مناقشات الناتو وهذه القمة وفي نهاية المطاف غزة اليوم لا تشكل نقطة مهمة في مضاحثات الناتو في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم أن نتحدث عن هذا النزاع الدائر وبطريقة أو بأخرى الدول العضاء في تحالف الناتو والدول الشركة بشكل أكبر تركز على الدفاع دفاعاً الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ومصالحها البدانة الأوروبية التي نعم باتت تدعم شكل إضافي فلسطين وحتى البعض منها بات يقر بوجود الدولة الفلسطينية هذا من جهة أخرى وعلوتاً على ذلك النزاع الدائر في غزة بالنسبة للا يدعو إلى هذه المواقف من قبل الناتو لأن هذا التحالف نذكر أنه تحالف للدفاع أكثر منه للسياسة وهناك إنشغالات أخرى تشكل أولويات على الطاولة نعم أستاذ خسير دكتور محمود أستاذ خسير بأن هناك إنشغالات أخرى كما قال في آخر حديثه تشغل هؤلاء القادة أو الناتو هو دفاعي لكن كيف تتابعون هذه القمة قمة دول حرف شمال الأطلسي في هذه الاحتفالية مرور 75 سنة على إنشائه وغياب ملف غزة غياب أي ضغط على إسرائيل لغياب الحديث عن الحرب ككل نعم يعني واضح جدا أنه الناتو بتركيبته الحالية وبأهدافه التي يضاح أمام يعني المجتمع الدولي كمجتمع العالم ما زال أنا باعتقادي يفكر بنفس التفكير الاستعماري البائد يعني ولم يستطع أن يطور سياسة عالمية يعني تعتمد قضية حقوق الإنسان وأنه الناس في كل الأماكن على وجه الكرة الأرضية لهم حقوق متساوية ويجب حمايتهم يعني في هذه في الوضع ما حصل الآن هذا الاجتماع الذي يعني أمام أعيننا يقول للكرة الأرضية أن هذا الحلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة وباقي الأعضاء أنه يفرق بين دماء ودماء في هناك الدماء الأوكرانية التي تسيل وفي هناك الدماء الفلسطينية التي تسيل وفي الصراع العرب الإسرائيلي وفي صراعات تهم أمريكا وتهم أوروبا ولا تهم الآخرين ولذلك الموقف الناتو هذا يدل على حقيقة كأننا نعيش في القرن التاسع عشر فترة الاستعمار التي كان يفودها الأوروبيين وفي فترة الاستعمار مثل ما نعرف لم يكن هناك يعني قيمة لحقوق الإنسان التي خارج دول المستعمرة وهذا الآن يعيدنا إلى نفس المربع الآن حينما تقوم الولايات المتحدة يعني دفع هذه المبالغ الكبيرة والمعدات العسكرية الهائلة لأوكرانيا بدل التوسط والمحاولة الوصول إلى حل يعني لرأب الصدع والصراع ووقف الصراع بين أوكرانيا وروسيا لتكون بتجيز وتأجيز الصراع هناك وخلق أحلاف دولية كبيرة يعني كأنه الناتو يقف الآن أمام حلف آخر يتشكل أمام عيوننا الصين، روسيا، إيران وإلى آخرين مثل ما ذكره الرئيس الأمريكي في كلمتي ولذلك كان الناتو عمليا يضع على الخارطة الدولية خارطة الصراعات وليس إمكانية حل هذه الصراعات وهذا انتقادي كإنسان كبشر أعيش على الكرة الأرضية في القرن الواحد وعشرين أتوقع من هذه الدول التي يعني معظمها أوروبية وأمريكية تتغنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسلامة الإنسان وأنا أراها بهذا التصريح والكلمة التي ألقاها الرئيس الأمريكي نفسه هي كلمة للدوس على حقوق الإنسان وللدوس على كل من هو ليس أمريكي أو أوروبي من هذه الدول الغربية وهذا انتقادي وكأنه يعيدني إلى الموضع السحيق لإمكان الاستعمار الأوروبي أستاذ خسي يعني تابعنا ما قاله الدكتور محمود يعني وأيضا ربما في حديثك في السؤال السابق قلتم بأن الدور الناتو هو دور دفاعي لكن نعلم بأن الناتو تحالف عسكري يمثل تقل كبير حتى وإن كان عسكريا ولكن سياسيا أيضا له ثقل باعتباره تحالف يضم كبار الدول صناع القرار لماذا لا يشكل هذا ضغطا على إسرائيل لوقف الحرب لماذا لا يتم استغلال ذلك يعني إن كان فعلا الإدارة الأمريكية أو بايدن يريد فعلا أن يتم إيقاف هذه الحرب أو إيجاد حل هذه الحرب لماذا لا يتم استغلال هذه القمة حتى يتم تشكيل ضغط على إسرائيل هل لا يستطيع الناتو ذلك أم ماذا أظن أنه في الحديث عن هذه النقاط التي ذكرها السيد محمود أنا لا أتفق مع هذه النقاط لأن هناك نفاق من قبل الغرب بحال التمييز بهذا القدر نعم بين أوكرانيا وفلسطين وما ما يجري في غزة ربما هناك نفاق ولكن اليوم أظن أن هذا الدور ليس في أيدي الناتو ولا أصلا من واجبات أو حتى من أهداف الناتو ولكن نعم هناك ربما هذا الثقل الذي نتحدث عنه اليوم عن هذا التحالف ولكن مجددا هناك هذا الثقل السياسي ولكن الذي يخيم عليه الثقل العسكري لأننا نعرف أن الدول العضاء في الناتو أيضا بينها دول كبار هي أيضا عضوة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولكن أظن أن هناك مسؤولية لهذه البلدان ولكن علاوة على ذلك وفي حال كانت أوروبا متروكة لوحدها في وجه هذه الصراعات لكانت تغيرت الأمور من ناحية ردة الفاعل والاستجابة أيضا فيما تعلق بحقوق الإنسان وانتهاك هذه الحقوق إلى آخره وهذا ما يجري في غزة أيضا من قبل إسرائيل ولكن علاوة على ذلك نعم هناك نفاق عالمي اليوم بالتفرق بينما يجري من قبل روسيا وعلى يد إسرائيل ولو في منطقتين مختلفتين وهذه جرائم ضد البشرية ما يجري في غزة ولكن نحن لا نرى هذه الرؤية المتماثلة بين الأمرين أنا أفهم هذه النقاط ولكن اليوم لماذا يصار إلى هذه الأمور ولكن للأسف هذا ما نرى الولايات المتحدة الأمريكية بكل هذه النقاط تأخذنا للتفكير بمصالحها فقط حول العالم وهذا ما تركز عليها الولايات المتحدة نعم دكتور محمود ربما سيد خوسي أوضح وجهة نظر لماذا لا يتم الحديث عن حرب غزة أو أي ضغط على إسرائيل في هذه القمة لكن إذا ما تحدثنا عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية تابعنا أن هناك القسام بين دول الناتو بشأن الاعتراف بدولة فلسطين هل يمكن أن يشكل ذلك حاجزا أمام اتخاذ أي قرار بهذا الصدد يعني الناتو لم يناقش الاعتراف بالدولة الفلسطينية كحلف كتحالف نعم الدول الأعضاء نعم الدول الأعضاء لها مواقف مستقلة في هذه القضية أنا انتقادي ليس للدول الأعضاء على انتراد لكن حينما تجتمع هذه الدول الأعضاء وأتحدث يعني نحن الآن نعيش في القرن الواحد والعشرين من المفروض أنه في القرن الواحد والعشرين يعني التوقع هو أن تكون القضية الأساسية التي تعيشها الكرة الأرضية هي الإنسان لكن الناتو بنفس التفكير النمطي الذي كان منذ 75 عام منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم لم يتغير به شيء على العكس أنت ترين أن موقف الولاياتي يعني خطاب الرئيس الأمريكي كان لافتا جدا اليوم بدل أن يؤشر إلى إمكانيات حل النزاعات ما بين الناتو وما بين الدول الأخرى خاصة الصين والصاعدة والتحالف مع إيران صين إيران روسيا وغيرها بدل أن يؤشر أنه إمكانية حلول يعني سلمية نراه يتحدث عن إنفاق عسكري رهيب يعني كميات أموال هائلة لا يستطيع حتى عكلنا استيعابها كلها من أجل صنع يعني مواد قتل للإنسان على الكرة الأرضية يعني لا يكفينا تجاربنا التاريخية على وجه هذه الكرة الأرضية في العصر الحديث حتى اليوم في القرن الواحد وعشرين نعود إلى ما كان ونعيد الكرة من جديد حرب عالمية أولى وحرب عالمية ثانية وربما نتيجة لهذه السياسات المتصلبة للجوات المتحدة التي تجر العديد من دول نيتو إليها يعني تعيدنا إلى حرب عالمية ثانية أو تنتج حرب عالمية ثانية هل هذا ما نريده كبشر على الكرة الأرضية؟ أم أننا نريد حقيقة من يأخذ بيد البشرية جميعا إلى بر السلام والأمان والعيش بطريقة تختلف عن ما كان في الكورون الماضية نعم أستاذ خسي دعنا نعود إلى جزئية دور الناتو في هذه الحرب كان هناك حديث عن وجود قوات الناتو في داخل غزة بعد الحرب أو في اليوم التالي للحرب كان ذلك مطروحا ولو أنه كان بشكل غير رسمي في تقديركم ما موقف الحلف من هذا الأمر؟ بالنسبة لي لا أظن أن هناك أي موقف رسمي من أي تواجد رسمي لقوات الناتو أو أي من الدول الأعضاء في المنطقة أو في غزة للمشاركة في النزاع نذكر ونقول أن الناتو ربما أو ببعض الدول الأعضاء في هذا التحالف قرروا المشاركة بطريقة أو بأخرى ولكن اليوم مع انتظار انتهاء هذه الحرب الأمور غامضة وحتى لا نعرف بالحالة ما بعد الحرب ولا أظن أنها ستنتهي الآن في المستقبل العاجل ولكن حتى الآن لم يكن هناك أي تواجد رسمي لأي قوات من هذا التحالف في المنطقة وربما نسمع بهذه المعلومات المسربة من هنا ومن هناك ولكن نعم نعرف أن الوضع هو يشير بالإنذار في غزة وعلوتا على ذلك هناك الدول التي تحاول الدعم ولكن لا ننسى أيضا الألاف من الذين قضوا في غزة وهذا أمر مؤسف للغاية ولكن أنا لا أعرف في أي صياق أو بأي شكل سيكون هناك هذه المشاركة المحتملة أو المزعومة للناتو في هذا النزاع وهناك أيضا التفكير باللاجئين وكل من يحاول الفرار من هذا النزاع لا نعرف كيف ستحل كل هذه الأمور وكيف ستنظم ولكن أنا لا أظن أن ذلك يحل في صياق الناتو نعم بكل تأكيد هناك بعض البلدان البالغة الأهمية التي هي عضو في الناتو ولكن ليس من الناحية الأمنية تحت مظلة الحلف أشكركم شكرا لكم على المدخلة معنا من مدريد سيد خوسي الفاري دياز السحفي المتخصص في الشؤون الدولية ومن النصرة شكرا لكم دكتور محمود ياسبك الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية شكرا لكم